السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيدكم الليلة بي لايف ممتاز وإن شاء الله يكون فيه فايدة والناس تقدر تستفيد منه وهي فرصة الناس تقدر تأخذها بجدية معكم محمد محجوب مدير التنفيذ نفرن ومتكرين الصغار ومشرف القروب الحسين السودانيين ومنسق الاسبوع العربي البرمجة ومنسق الاسبوع الافريقي البرمجة في السودان ومالليلة ان شاء الله هاتكلم معكم عن حاجة ضريفة ان شاء الله وكذا حلوة بيتمنى الناس يعني تقدر تستفيد منها بصورة كويس هاتكلم معكم مالليلة عن حاجة يسمى كأس العرب البرمجة وزكايا الصناعي ممكن من العنوان بالنسبة لي هو حاجة مالة للشقة الإلكترونية أو الشقة الزكايا الصناعي لكن في الحقيقة كأس العرب البرمجة وزكايا الصناعي هو عبارة عن مارسون أو عبارة عن حدث عالمي أو حدث في الدول العربية أولاين متاح جدا يعني ممكن الناس يتشارك فيه طيب الحياة دي أو بيجينا دي سؤال تاني أو المعلومة دي بتدخلنا دي سؤال تاني أنه الفئة العمرية المتاحة أنها تشارك في الحياة دي الفئة العمرية هي مقسمة لفئتين فئة ما بين 8 سنة إلى 13 سنة وما بين 13 سنة إلى 16 سنة يعني إذا كان عمرك 16 سنة أو إذا كان عمرك 8 سنوات أو عمرك بعض بين العمرين دي ممكن تشارك في هذه المسابقة طيب دي برضو ممكن دخلنا إلى سؤال تاني أنه هستفيد شنو هستفيد شنو من أنه أنا أشارك في حاجة دي أول حاجة هستفيد أنه الحاجة دي هي على مستوى الوطن العربي يعني ما هي بس بتمسل الصدان او بالمدرسة أنت منها لا لا حاجة دي على مستوى الوطن العربي يعني إذا أنت في السودان فهتمثل دورة السودان هتمثل دورة السودان بكل أطراف فأ دي الفائدة الأولى التاني اللي هو لامن تلتحق أو تسجل في المسابقة دي أنا خلت الرابط فق ممكن بعد ما تسجل فيها تخش على الرابط بعد ذلك في عدد من المميزات او عدد من الحاجات الكويسة انت ممكن تستفيد منها اللي هي دورات ورش عمل سينيما رات حاجات دي كلها هي بتكون داخل الفعالية الحاجة اللي بتبدأ متين هي هتبدأ يوم واحد شهري اربع اي واحد ابريل وحس تستمر لغاية نهاية شهري ابريل فالفرصة لغاية الان هي ماذا رح مفتوحة والتسجيل مفتوح لغاية الان الفرصة هي لكل اطفال السودان من عمر تمانية سنوات الى عمر ستاشر سنة متطلبات بسيطة شديدة اه انه يكون اه عند الطفل اه التابلت او جهاز بتاع حاسوب عادي اه بغض النظر عن معاصفاته شنو اه الحاجة التانية يكون هو مهتم بالتكنولوجيا او مهتم بالبرمجة عموما او عنده اهتمام بالحاجة دي اه الحاجة التالتة اه يكون عنده اه يعني خلفية في اللغة البرمجية بتاعتي سكراتش يعني يكون عنده خلفية في السكراتش اه الحاجة الاخيرة اه انه هو يكون مواصم او ملتزم على انه هو اه يخش المراحب تحت المسابق وده بجينا ده المحور الثاني اه اللي هو مراحل مسابقة شنو اه المسابق تكون من الاربع مراحل كل مرحلة بيكون فيها تصفيات كل تصفيات بيكون فيها عدد معين اه بيختاروه طيب اه اول مرحلة انه هي مرحلة التسجيل اه بيكون فيها اختبار خفيف اه بتاهلوا منه مية اه بتاهلوا منه الف طالب وطالب على مستوى الوطن العربي يعني ايزوا يسجل بعد ما سجلت يكون فيه اختبار بسيط اه ده الزكاء يعني اه بعد ذاك اذا اجي بلوك يعني بيختاروه من الناس يقدموا واجتازوا الاختبار الف طالب وطالب بعد ذاك ده بنتغلوا لمرحلة التانية اه اللي هي اه برضو فيها اختبار في الكودين في الاي كيو هو الاي كيو برضو اختبار الزكاء والكودين اختبار برمجي بسيط اه دي بتاهلوا منها ميتين وخمسين اه طالب وطالب طيب اه بعد ما يتاهلوا من المرحلة التالية مشو مرحلة التالتة المرحلة التالتة فيها اه انه انت تعمل لك مشروع على اسكراتش اه اسكراتش اه لغة برمجيه عادية اي مشروع لان اي فكرة انت ضايق اي لعبة عايز تطبقها ممكن تعملها باسكراتش ودوم ترفع عليهم اه طبعا اي مرحلة بكون فيها دهت لاي يعني مرحلة الاولى فيها تلاتين يوم مرحلة التانية عشرة ايام مرحلة التالتة عشرة ايام مرحلة الرابعة عشرة ايام طيب اه مرحلة التالتة بتاهلوا منها اه ميتين اه طالب وطالب اه بتاهدوا مرحلة الرابعة مرحلة الرابعة برضو هي بتكون اه مرحلة الاخيرة بتاهلوا منها 18 طالب وطالبة اه وديل بتاهلوا للنهائيات انه هو كأس العربي البومنج الزكاي الصداعي اه الجوائز شنو الجوائز من الحاجة دي اللي هي اول حاجة جائزة البطل انه يعلنوا مثلا اه بطل كأس العربي البومنج الزكاي الصناعي اه ده بكون شنو بكون هو يتحصي على درجات عالية في الاربع مراحل اه اضافة ان ذا كده مرحلة الاخيرة بكون هو عمل مشروع مثلا يحللوا تحدي من اه تحديات الوطن العربي اه الحاجة التانية فيها جائزة التصميم والبرمجة ودي اه بمنحها لي افضل زول صمم اه مشروع برمجة اه الجائزة التالتة اللي هي جائزة المبرمج اه اللي هو دي يعني بشوفوا افضل زول اه عمل حاجة برمجية او كود برمجة اه بمنحهم هذه اه الاربع جوائز دي اه هي عبارة عن اه جوائز يعني تحفيزية انه طلابهم يتنافسوا فيما بعضهم حتى هما يقدروا اه يتأهلوا اه او يقدروا يمسروا اوطانهم بشكل كويس اه الحاجة الكويسة الشديد اه انه السودان اه هو من ضمن الوطن العربي شايف ناس كثير يعني او جزء مننا اي انتقدوا انه هما اه سودان ما جزء من الوطن العربي او ما هو ما من العرب المهم اه دي ما القصة القصة انه اه السودان هو شريك اه في المسابقة دي اه ويحق دي اي طالب هو يحمل او اي طفل هو يحمل اجنسية السودانية انه يشارك في المسابقة دي وأكيد حتكون إضافة لك أنت إضافة للطالب حتكون إضافة لأسرتك حتكون إضافة لبلدك حتكون إضافة لمجتمعك فالحاجة دي لا بد الناس تحرص عليها تحاول تشارك الفرص دي مقدر الإمكان لأنه متأكد وموقن جدا أنه في كمية من الطلاب على مستوى ربع السودان هم محتاجين الفرص دي محتاجين هم يلقوا مثلا مشاركة خارجية أو مصابعة خارجية يقدروا يمسروا فيها السودان بصورة كويسة ويقدروا يدفعوا فيها اسم السودان أي في تحديات كثيرة وفي قطوعات كخربة وشبكة وحاجات كثيرة لكن متأكد جدا أنه أطفال السودان ليست تغيرهم من الأطفال فالسودان هم حرفيا قمة في الإبداع قمة في الإبتكار قمة في التفاني قمة في الإخلاص قمة في أي حاجة ممكن تكون كويسة فبس محتاجين الناس تقيف معاهم محتاجين الناس توريهم الحاصل شنو بإذن نحن يمشيقين ده أنا كده قد كون انتهيت من اللايف الصريف والخفيف الشديد شديد ده أتمنى الناس اللي هي عندها اسئلة تحاول تسأل تحت حتى أقدر أرد عليها فإذا فيزول عنده أي سؤال تحت ممكن اكتب أنا رؤيت عليهم بخصوص المسابقة طبعا في برضو جائزة من جائزة المسابقة اللي هي كأس العربي بورمجوزة كاي الصناعي اللي هي تحتبر جائزة العرض والتقديم العرض والتقديم بكسود بيها شنو بكسود بيها لما انت يعني ترفع المشروع بتاعك في الويب سايت أو على الإيميل بعد ما يتازوك بكون في معاينة يعني أو دعيني فهم مشروع بتاعك لشنا فكل ما عرضك للمشروع كان كويس وكان فيه السنوك كويس فده بيديك درجات كويسة انك انت تقدر تتحصر على الجائزة فإذا فايزوا عندي سؤال تحت ممكن يسأل عشان أقدر أجاوب عليه يعني طبعا يا جماعة الفرصة اللي بتكون خلينا نقول هي بتكون دا الأطفال أو خلينا نقول في الأطفال خلينا نقول في الإلكترونيات أو في الشقة البرمجي ما بنلقاها هي منتشرة كثير يعني أو ما بنلقا فيها اهتمام كثير يعني أنا شخصيا قد أجت أو قد أسمع بمسابقات في الرصيم مسابقات في الرقص مسابقات في الكتابة مسابقات في الحياة التانية لكن ما وجدت يعني اه مسابقات في البرمجة وفي الاكترونيات فلما نحن نلقى فرصي دي اه اه اذا انت ولي أمر أو اه عندك طفل يعني في البيت عمره من ستاشر سنة إلى تمانية سنوات أو انت مثلا أخوك في البيت عمره اه من تمانية ستاشر سنة أه بحب الالكترونيات بحب البرمجة بحب اه يفكيك الحاجات الالكترونية كدا فاه رجاء ما يضيع عليه الفرصة دي اه خليه يعني التحق بالفرصة دي خليه يسجيل اه بغد النظر عن اه حيفوز او ذا لأنه أكيد التجربة حيستفيد منها كثير حيستفيد منها مهارات حيستفيد منها قطرات حيستفيد منها أنه عاش التجربة دي بنفسه يعني يفخر بنفسه أنه بعد ما يكبر أنا والله يا أخي في سنة من السنوات زمان ومن كان عمري كذا شاركت ممسر السودان في مسابقة عالمية أو مسابقة على مستوى الوطن العربي يسمى كأس العربي برمجة وزكاء السنوات فلابد الناس تحرص على الحاجة دي أنا معدش جريت عليكم اللايف لكن منتظر أسئلة يعني إذا فعيزوا عنده أي سؤال بخصوص الحاجة دي حاولي سألتها حتى أقدر أجاوب عليه إذا ما في سؤال أنا أقوم ألخص لكم اللايف دا ونكفر عاية دا وطبعا من أهمية الحاجة دي أو من أهمية أنه أنا أطلع علي في حاجة هي قد تمثل لأي طفل هو مهتم بإلكترونيات أو مهتم بزكاء السنوات يتمثل له أهمية كبيرة فاستنادا أو إيمانا منا في الأهمية دي يعني واحد طلع عشان يوري الناس الفرصة يعني ما هو حبا في أنه والله يا أخي الواحد يصحر لايفات كثيرة لكن أحبا في نشرة معرفة معرفة والعلم والناس تشارك الفرصة يعني لأنه كما عودنا يعني البحثين السلانيهم دايما محضن دي الفرصة والمشاركات البتكون عالمية أو محلية على مستولة عربي فلابد الناس يتطلع وتوري الحاصل شنوه عشان الناس قدر تستفيد فدي فرصة أمامكم الآن إذا فيزوا عنده أي سؤال نحاولي يسأل اللايف عنوانه كأس العرب للبرمال والزكاية الصناعي اتكلمت في حيات كثيرة اتكلمت في تطلبات التسكيل شنوه اتكلمت في شروط التسكيل شنوه اتكلمت في استفادة من الحاجد شنوه اتكلمت عن جوائز اتكلمت عن مراحل مسابقة كده فبعدنا أسألونكم يعني وأخطيب اللايف بتمنى أنو أي شخص حدير اللايف أو أي شخص حيختار طيب حابل شاركة الحاجة دي بقدر المستطاع لأنو دي حي يتمسر السودان ككل ودي حاجة بإذن الله يعني متأكد حيكون الفائز من السودان لأنو أطفال السودان هم ليس كغيرهم من أطفال لأنهم لغم التحديات هم شغالين فلهم التحية منا ولهم التقدير ولهم منا كل الاحترام أستودعكم الله وإلى أن نلتقيكم في لايفات أخر أتركم في رعاية الله يحب سي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته